وقه الرئيس عبدالفتح السيسي بمواصلة مصر الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإرادة العامة وخفض المديونية الحكومية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك حيث تابع مؤشرة الأداء المالي للموازنة العامة وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي اجتماع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجك وزير المالية حيث تابع السيد الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني لسيما في ضوء تحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل بما يحقق تحسنا في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإرادات العامة وخفض المديونية الحكومية على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية